ما تهتموا كتير للرقم يلي عالميزان عشان الميزان بس بيئيس وزن كتلة الجسم كله ما يفرق اذا هذا الوزن وزن دهون او وزن عضل او اهضام او وزن مي في ناس بيبين انه عندها زيادة بالوزن عالميزان لكن السبب بيكون انه وزن كتلة العضلية عندهم بيكون عالي وفي ناس بتبين عالميزان ضمن الوزن الطبيعي لكن بيكون عندهم نسبة دهون مرتفعة عشان هايك لحتى نقدر نعرف ونفرق اذا هذا الوزن العم مخسره او عم نكسبه هو وزن دهون او وزن عضل او وزن مي لازم نعمل فحص البادي كمبوزيشن فحص البادي كمبوزيشن بيوضح لنا اي جزء من اجمال الوزن هو وزن دهون وعضل ومي وعضام والطريقة لحتى نقدر نعرف البادي كمبوزيشن من خلال ميزان البادي كمبوزيشن لمنقدر نستعمل بالبات بدنا اول شي ندخل معلوماتنا مثل الطول والعمر والوزن وبعدين نحن وخافين نوقف على الميزان واخير شي رح يعطينا النتائج وفي حال ما توفرت عندكم هالاجهزة فيكن تاخدوا مؤساة جسمكن وتقارن النتائج قبل وبعد الاكل الصحي والرياضة هن من اهم العوامل لحتى تقدروا تحصلوا على تركيب الجسم المثالي